السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي مرحبا بكم معي فات الفيديو فيديو موجه لتلاميذ السنة الأولمية التعليم بالامتدائي قرصة فضاء النشاط العلمي الدرس الأول في الوحدة الرابعة وحدة الماء والطبيعة مجال علوم الحياة في هذا الدرس سنتعلم أن نتعرف بعض مصادر الماء أن نتعرف مختلف استعمالة الماء أن نميز بين الماء الشرب والماء النقي والماء العاكر أن نعيى ضرورة الماء للحياة أن أعيى نعكاس ندرة الماء على الصحة وأن نتعرف سبول المحافظة على الماء ألاحظ وأتسأل كما تلاحظون في هذه الصورة لدي هنا سد سد تتجمع فيه مياه الأمطار والثلوج هنا على قيم الجبال مياه الأمطار تتجمد وتدو فتتجمع في السد تجمع إذن مياه الأمطار والثلوج في السد في السورة الثانية لدينا سورة البحيرة تعيش عليها وفيها حيوانات مختلفة كالطيور، بط، وز، مختلف الحيوانات هناك أسماك في هذه البحيرة وأيضا هناك ماشية تتغدى على النباتات المجاورة لهذه البحيرة وأيضا تشرب من مياه هذه البحيرة الماء ضروري للحياة كيف أحافظ عليه؟ أفكر وافترض أقترح حلولا لتساؤلاتي إذن سنتحقق من فردياتنا بإنجاز التمارين الموازية لهذا الدرس أولا أضع علامات X على المصدر الأصلي للماء كما تلاحظون مصدر الأصلي للماء عندي هنا السدود وكما سبقوا شرط أن السدود تتجمع فيها مياه الأمطار ومياه الثلوج إذن السدود ليس مصدر أصلي للماء فقط تجمع الماء لكي يجينا من الأمطار والثلوج البئر البئر أيضا ليس مصدرا أصليا للماء البئر هو من بناء الإنسان الثلوج مصدر أصلي للماء ومياه الأمطار أيضا مصدر أصلي للماء أضع تحت كل رسم الكلمة المناسبة تنقل الشرب السقي الصناعة والنظافة في الصورة الأولى كتلاحظوا عندنا فلاح يقوم بتحويل الماء إلى أرضه إذن هنا فيما نستعمل الماء في السقي في السقي باخرة تتنقل التنقل إذن تتنقل فوق مياه البحر إذن التنقل نستعمل الماء هنا لتنقل النظافة طفل يقوم بالاستحمام إذن هنا النظافة نستعمل الماء لنظافة نستعمل الأطفال نستعمل الماء لنصناع نستعمل الماء في الماء في السقن في الصورة الأخيرة كما تشرف نستعمل الماء لنصناع نستعمل الماء لنصناع رقم الرسم المناسب في الخانة المناسبة كما تلاحظوا معي هنا أبقار وماشية وبحيرة الصورة الثانية رجل يتنقل من مكان إلى مكان للبحث عن الماء كما تلاحظوا هنا أرض جافة كما تلاحظوا داية جافة الأرض والتشقق اللي كيدر في الصورة هنا أحد الماشية والحيوانات ميتة إذن ما دعنا استنتجونا أن بدون ماء تموت الحيوانات في الصحراء كما تلاحظوا للصحراء إذن تموت الحيوانات بدون ماء في الصحراء لاحظوا هنا نباتات ميتة نباتات ميتة أرض جافة إذن بدون ماء تموت النباتات الصورة الثانية الإنسان يعني في المناطق النائية يتنقل لمكان بعيد للبحث عن الماء كما تلاحظوا كما تلاحظوا في الصورة هذه هناك كما تلاحظوا تحتاج الحيوانات والنباتات كما تلاحظون المنطقة المحيطة بهذه البحيرة ما شاء الله خضراء إذن تحتاج النباتات والحيوانات للماء إذن بدون ماء تموت الحيوانات في الصحراء هي الصورة رقم 4 بدون ماء تموت الحيوانات في الصحراء وحيوان يظهر فقط هيكله العظمي إذن الصورة رقم 4 بدون ماء تموت النباتات لاحظوا معي هنا نباتات ميتة كما قلت لكم أرض جافة كما قلت الأرض متشقيقة من قلة تسقطات وقلة الماء إذن الصورة رقم 3 بدون ماء تموت النباتات هنا يتنقل الناس بعيدا للبحث عن الماء كما كنتلاحظوا هذا الراجل أو الفلاح يتنقل من مكان بعيد ويذهب إلى مكان أبعد للحصول على الماء إذن الصورة رقم 2 هنا الماء ضروري للنباتات والحيوانات كما قلت لكم فإن الحيوانات تحتاج إلى الماء والنباتات كما كنتلاحظوا هذا السهول وهذه المنطقة كلها خضراء لأن الماء موجود فيها إذن الصورة رقم 1 لمحافظة الماء أكتب نعم تحت السلوك السليم ولا تحت السلوك الخاطئ إذن كما كنتلاحظوا الرجل يقوم بغسل السيارة يقوم بغسل السيارة بواسطة الخرطم يقوم بغسل السيارة بواسطة الخرطم والخرطم يضيع الكثير من الماء كان بإمكانه أن يستعمل السطلين السطل يضع فيه الماء والصابم ويقوم بغسلها بدون تبدير الكثير من الماء إذن هل هذا سلوك سليم؟ سنكتب لا هذا ليس بسلوك سليم لأن كما أخبرتكم فإن الخرطم يضيع الكثير الكثير من الماء إذن سنكتب لا لاحظوا هذه السيدة السيدة تقوم بغسل الأواني مليئة الحوض بالماء وتقوم بغسل الصحون بدون إهضار الماء إذن هذا سلوك جيد إذن سنكتب نعم سلوك سليم فبهذه الطريقة تحافظ على الماء ولا تهديره لاحظوا معي الصورة الثالثة ماذا يفعل هذا الطفل؟ يقب النفايات في مجرى النهر في مجرى الماء وهذا السلوك غير سليم إذن سنكتب لا إذن لا سلوك غير سليم لاحظوا معي هنا ربما تكونوا هذه المدرسة والصنابير كما تلاحظون مفتوحة والماء يضيع إذن هذا سلوك غير سليم سنكتب لا إذن السلوك السليم وسلوك السيدة فغسلوا السيارة بالخرطوم يهدر الكثير من الماء كما تلاحظون رمي النفايات في مجرى النهر يلوت الماء ويقتل الأسماك يجب أن هذه فأناه لا يلوت الماء فقط بل يقتل الأسماك لأن في الأنهار توجد أنواع عديدة من الأسماك وهذا التصرف أيضا هو تصرف أطفال أكيد فتركوا السنبور مفتوحة يضيع الكثير من الماء وكما عرفنا في النشط اللي سبق فهناك بعض الناس يقطعون مسافات طويلة لأجل الحصول على الماء فعلينا عدم تبديره إذن استخلص أملأ بما يناسب نضافة الماء السقي الأمطار تنقل أبديره إذن مصادر الماء مصادر الماء هي الثلوج والأمطار المصادر الأساسية للماء هي السدود والأمطار للماء إذن استعمالات منها نضافة استعمالة الماء نضافة الشرب السقي الصناعة والتنقل وتنقل إذن مصادر الماء هي الثلوج والأمطار للماء عدة استعمالات منها نضافة الشرب السقي الصناعة والتنقل لا ألوث الماء ولا أبذره يعني لا أضيع لا أبذره معنى أبذره ومن ضيعوش كما واقع في هذه الصورة هذه كنحفظ على الماء ومن بذروش هذه الصورتين هادو بجوش بيهم كيدلوا على تبدير الماء وهذه الصورة كيدل على تلوث الماء إذن وحيطوا بخط المغلق للكلمات التي لها علاقة بالماء إذن ما هي الكلمات التي لها علاقة بالماء نقرأ بعد الكلمات بحيرة كتاب قرة منزل سباحة وضوء غسيل كرسي نهر حمام تلفاز حجر بحيرة بحيرة لديه علاقة بالماء إذن بحيرة كتاب ليس له علاقة بالماء كرة أيضا ليس له علاقة بالماء منزل نعم لديه علاقة بالماء في المنزل نستعمل الماء في النظافة في غسيل أواني في غسيل خضر فواكه طبخ في إدى استعمالات سباحة نعم لدي علاقة بالماء وضوء بما نتوضأ نتوضأ بالماء الغسيل نعم لدي علاقة بالماء كرسي ليس لا علاقة بالماء النهر لدي علاقة بالماء حمام أيضا تلفاز حجر ليس لهما علاقة بالماء المعجمي الماء العكرو لو تخوبل المصدرو السورس الماء الشروب لو بوطابل الاستعمال لتليزاسيان أعيد كما كان قل لكم الكلمات دي المعجمي دايما نسجلهم عندي في واحدة المذكرة ما تنسوش نقوم بالكتابة دي لهم والحفظ دينا الماء العكرو لو تخوبل المصدرو السورس الماء الشروب لو بوطابل الاستعمال الى هنا أصدقائنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة اشتركوا في القناة